بحاول أخلي دكتور وعد أمين تغير مبادئها فيما هتعلق بالأكل بس استحالة خلونا أنه أجدد الترحيب جداً بدكتور وعد أمين أخصائية التغذية وهرجع على مسألة طب الصيام المتقطع ما يعالجش إدماني للأكل لا ده يعالج جداً إزاي بقى؟ ده هو ده الأساس أنه إحنا هنبقى فيه فترة في اليوم مش طول النهار بأكل فيه أنا فيه ناس كثير قولي بتقولني أصلاً لازم طول الوقت بقى فيه حاجة بكلها أصلاً أنا بخلص الأكل أبو فكر في الأكل اللي بعدها أنا أصلاً أيوة فالصيام فكرة أنه بقى فيه وقت في اليوم خلاص أنا مش هاكل مش هاكل بقى بس كميات قليلة وبس هاكل حاجات بسيطة لا ده مش هاكل ده الواحده أصلاً بيقلل جداً الارتباط بالأكل وبيخلينا نشوف أنه فيه حاجات تانية تتعامل في الدنيا غير الأكل يعني أنا خلاص مثلاً إحنا مثلاً من صوم 16 ساعة ده شبه رمضان ده أكتر حاجة منتشرة وأكتر منتشرة من الصيام لو أنا عندي 16 ساعة من غير والأكل بالنوم يعني هبنعد ساعات النوم ناس ما فيهمش ولا أكل خالص ولا ميا لا فيه فيه ميا فيه ميا طبق هو ده الفرق أكشوري بين الصيام والقاطة والصيام رمضان فيه ميا فيه شاي فيه قهوة ينسون اللي هي المشروبات بتاعتنا العادية دي مغير سكر طبق فأنا بيبقى عندي وقت في اليوم أولاً أنا خلاص بنسى الارتباط الكبير قوي بالأكل ده مش فيه يوم وليلة يعني يعني بتاخد شوية كده عاملة زي أول أسبوع في رمضان الاستخداء واللي مش قادروا عايزة أكتر كل شوية مش عارف ايه وبعدين فعلاً أنا بنسى الأكل وأنا بسمع الفكرة الكلمة دي كتير جدا حلو أنا بعد فترة من الصيام أنا بقيه تنسى الأكل هو ده اللي المفروض يحصل يعني إحنا ننسى الأكل لحد ما نجوع وجسمنا فكرنا أن فيه أكل لأن دلوقتي محتاج أكل ما هونا جعاندي بقى أنا جسمي بيقول لي لأن دلوقتي محتاج أكل فهقوم أكل فالصيام بيعالج موضوع الارتباط بالأكل ده أكتر من أي حاجة تانية حلو جداً فلو افترضنا أن البنئة ده ممكن ينام سبع ساعات مثلاً هيصوم معاهم تسع ساعات يبقى كده دول ستاشر ساعة الصيام قبل النوم كم ساعة وبعد النوم كم ساعة يعني مش لازم علشان ما أخدهمش خبط لازم وعلى فكرة بعد كده الموضوع بيبقى أسهل بكتير يعني هو في الأول الستاشر دول بيجوا بالزق أول خطوة قبل حتى ما نبدأ في الستاشر يعني إحنا نبطل للسناك ده اسمه فاستنج بتوين ميلز إن إحنا نعمل صيام بين الواجبات دي أول خطوة خالص فأنت وقف كل في طرق غدا عاش ووقف كل إنه نقل في النقص خالص دي أول خطوة دي بتقلل جداً من حتة إن أنا بتسلب الأكل في حد كده يقولك يا عم دي تفاحة لأ ما فيش يا عم دي أجي حال دي جزرايا فيبقى مثلاً قبل النوم بساعتين صيام وبعدين مثلاً نوم سبع ساعات قدي تسعة وبعدين صيام سبع ساعات بقى بعد مصح أوه لو هتنام 8 ساعات أربعة قبل أربعة بعد كده يعني ما في حد بينام 8 يا دلوقتي إن شاء الله بس بدا بيسهل قوي اللي لو إحنا بدأنا بموضوع نقطع لسناكس شوية شوية فطار غدا عاش ده على فكرة أنا شفت الموضوع ده مع ناس كتيرة جداً في الأول ما بيبقوش متخيرين هم هيعملون بس في الأول بنقول فطار غدا عاش وأنا اللي بقول أهم 3 وجبات فطار غدا عاش بعد شوية هو اللي بيجي يقول لي أنا مش بقيتش عرفاكل فطار غدا عاش أنا بقيتك الوجبتين لما بتخلص مدة صيامي بقى أبدأ أكل إزاي هنبدأ ناكل المفروض أصلاً الهدف من الصيام المتقطع إنه هو بيقل هرمون اسمه الإنسولين اللي هو المسؤول عن تخزين الدهون في الجسم فلو أنا خلصت الصيام وروحت واكل حاجة مليانة نشا يعني فطرته على فطير مشالتت مثلاً ده معناها إنه هيحصل عملية ضخ إنسولين كتيرة في الدم ما عملتش أنا عملاً هيترفع على منسوب الإنسولين هيتحرق النشا ده بسرعة فجأة أحس بأن أنا جعان أو تعبان أو هفتان بزرط فهضطر راكل تاني بزرط دي مهمة جداً على فكرة أنا دايماً المشكلة في الدايت اللي مليانة نشاوات إنه بيدخلني في لوب بيدخلني عوداليف في حوالي النفس ما هو أنا هفتر مثلاً كورن فليكس مثلاً حاجة مليانة نشاوات أو سندوت شاد توست ومش عارف أي أنا على طول بعدها بساعتين لازم سكري هيوط أنا أبقى فاكر إنه ده جوع وما ده مش جوع على فاكرة أنا سكري يوطي لإني لسه هاكن لش فهفضل ألف حوالي النفس العكس بقى تماماً بيحصل لو أنا قمت مثلاً بطرته بيد قملت بزبدة عادي خضار ده كده بروتين في بروتين بروتين وفات بروتين ودهون خلاص أنا بعدها مش بساعتين ولا تلاتة ولا أربعة أنا هنسى الأكل وده بيحصل فعلاً فهي زي ما اللي أنا طول النهار باكل نشاويات ده بيقدي غصب عني لإني طول النهار جاعين العكس بقى بيحصل